الطعام مع كل عائلتكن نحن نتقل عنده ونشوف المحطة المفصلة ورشد ملاح أحبائي صباح الخير وينعاد على الجميع بالصحة والعافية وإن شاء الله كل أعياتكن وكل أيامكن يكونوا أعياد أو كيارات هيك وكمان مضلنا معطلين ما هيك أوكي اليوم بلاش ننهارنا كتير حلو كان عنا خمس دقاي بعدين أربع دقاي أو ثلاث دقاي وبعدين هلأ وصلنا على الساعة أو على النصف ساعة على الحلقة المفصلة من ورشة ملاح شو عملنا اليوم حضرنا أول شي هالخلطة الحلوية بعد شوية صغيرة رح أحكي عنا مشين كمان أو النقعة خلينا نسميها طبع فخض الغنم أو الجيغو أو أي نوع من اللحومات أو الدجاج أو الدواجن قصدي يلي بدنا ننقعها وأنا عندي إياها لأهم منقعة وبعد شوية صغيرة بدنا نشوف كيف بتصير كما أنه حضرنا كمان الخلطة بعد شوية صغيرة كما رح نحكي عنا هي خلطة سبرينج رولز خلينا نقول أو الرقاءات بس معمولي هيدا الخلطة أو الحشوة من فلي السمك أوكي هلأ خلونا نمشي حبة حبة ننسوا كل شي حكيني بس تابعوني هلأ شوية شوية بدي حضر كتا شغلي ورا بعضهم وبعدين بتشوفوا كيف بدي أجمعهم مع بعضهم يعني ما تفكروا هلأ أنا عندي فخض وعندي جيغو وعندي هي سوس الحمرة الحرة اللي هي سوس الأربيات الإيطالي خليكم معي شوي هون خلينا نشيل أول شغلة أنا عندي هون مرأة اللحمة عم تغلي مثل ما شايفين خلوها شوي صغيرة على الجنب رح أخذ المقلي أنا هون وحطها على الغاز طلعوا بقلب المقلي شو في عنا بقلب المقلي في عنا من التوم من الحر الكيل أحمر ومن البصل لكن برجع بعيد توم حر بصل موجودين هلأ في ورقة بقدونيس بنيوتون خلينا نشيل على برة هون هيدا هو الباز طبع صلصة الأربيات الإيطالية بدي أقول شغلي بكل المطاعم بس تروح إن كان بإيطاليا أو إن كان حتى بلبنان بس كتبوا كلمة أربيات على المنو انتبهوا دايما إنه أربيات بده 2R و 2B ينتبهوا لأنه مرات كتير الأغلاط الإملائية بس نكتبها أوكي بتبين أنه عن عدم معرفة الشخص اللي بيكون عامل المنو أوكي فهينتبهوا 2R و 2B لأنه أكتر الصلصات يلي مطلوبة بالمطبخ الإيطالي وأنتو بتعرفوا هيدا الشي وصارت هلأ داخلي بكتير من المطاعم هاي الصلصة وبتحطوها مع شو ما كان صلصة حمرة حرة هي بتكون الأربيات المعبولة أوكي طلعوا هون على البارد كله سواء أنا حطيت من دون بعد زيت لكان ثوم لك أنا هالحر المقطع الحلو الأحمر ممكن يكون أخضر هلأ بحط أنا زيت الزيتون عليهم من فوق طلعوا كيف يا شاف شادي بهذه الطريقة ها وهلأ بعد شوية راحوا تشوفونها قوين النار عليهم راح يبلشوا أوكي ينقاليه طب أنا ليش عملت هيك لأنه أنا ما بدي حمي كتير الزيت لأنه ما بدي أحرق الثومات أو البسطات بدي خليهم لونهم يكون على صفار بعد فمن شناك فيني حطهم أنا على البارد بقلب المقلي سخن المقلي وهني بقلبها من دون الزيت بعضين نضيف عليهم شوية صغيري من زيت البارد بس زيت البارد دغري يا شاف شادي بس نحطه على المقلي الحامية دغري بيسخن متل ما شفنا تطلعوا هلأ ها نرقوا أقل من عشر ثواني بلاش نعم نقلي والريحة بعلاش تتبين طيب أنا شو عندي هون على جنب عندي صالصة حمرة لهي ممكن تكون بنادورة مكبوسة ممكن تكون بنادورة مقشرة بنادورة غاليينهم بالبيت شو بأي نوع من البنادورة أنا عندي شوية كانوا بقيين عندي في بقلبهم شوية زيت زيتون وأوريجانو استعملتوا شوية ملح استعملتوا للبيتزا فيني استعملهم بدون أي مشكلة طلعوا شو أنا هون عم بيصير أنا عندي هلأ واو بهالمرحلة أنا بس طير هلأ هون بلا شو يتحولوا للون الأصفر بيخد شوية بقدونس مفرومين طلعوا كيف بحطهم على الزيت بس لمدة أصيرة مش كتير حتى ما يسودوا عنا البقدونسات تطلعوا بس لما أنا بعرض البقدونس للزيت أو للحماوت الزيت وبقليون شوية بيعطوا طعمي أطيب للسلسلة اللي أنا عم حضرة ويلا يا شفشادي من عدلة العشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة هون كمين عنا هالسلسة وكونوا فيها الملح وفيها البهارات طبعوا لها إذا ما فيها الملح والبهارات بزيد عليها الملح والبهارات وأنا هون بستغلي هايدي السلسة منعدلة بالملح وبالفلفل وهيدي هي الأربياتة زيت زيتون تومو حر وبصل هلا في بيكون شخص عم يتطلع فيني هون ولا الكاميرا وعم بيقول طب ليش بدي حط بصل إذا عندي سلسة بنادورة يني السلسة دي بومودورو مظبوط نحنا إذا عنا سوستمات معمولة قريدي يعني مع البصل والكرافس والجزر وجهزة ساعتها ما منحط البصل هون أما إذا عنا ياها بس بنادورة معلبة لازم نحط البصل أوكي لكن هوا بصلت كمان المعلومة وهيدي هي القرابياتا سوس مع الفلفل يشف شادي بها الطريقة وروج روج 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 وهيدي هون الملحات وأنا بقول انتهينا يا سلام طيب لشو بنا نستعملك هلأ منشوف طفاينة تحتك مع أنه انتو خلوها خمس دقايق تغلي وخلاص صارت جاهزة سباكتتي بني رافيولي تورتلوني نودلز اللي بدكن يا سمكة وعليا السوس هايدي تطلع السمكة الحرة بالطماطم طيب طنجرة واللعنة أو بنرجع لهون أحسن طيب بنرجع على ريوس المحلة اللي كنا فيه من قبل أوكي بنولى تحتهن وبنرجع لهون هايدي بنقلها لقدام اللي هي فيها الزايد بعد شو مشان نقلي الارقاقات طيب هون أنا عندي طنجرة هات طنجرة هات طنجرة هنحط فيها شاف شادي هلأ هون هون من الزايد وبدنا نعمل الرز كرميل قلت أنه ما أقول طيب بس رحقول أوكي الرز اللي بدنا نقدمه تحت الفخض اللي كلا كوينو بالفرن أوكي طيب كيف بدي أعمل الرزات فيني أعمل رز أبيض فيني أعمل رز مع المكسرات فيني أعمل رز أحمر أنا رح أعمل اليوم رز أحمر حر إني رح استعمل صلصة الطماطم الحرة اللي هي القرى بياتها مع الرز زيت دار الموضوع كبأت أنا من الرز البسمتي يلا هون اعمالكم كبأتاني من الرز البسمتي خلينا نروح نرجع لهون هيك لكو كيف واحد هاي دي كبأة يا شفشادي هون على الآخر يا زعبير نزلوا منك شوي معلشي وهون كمان كبأة تانية من دون ما نغسل الرزات وعن نشتغل نحنا قدامكم هاو دي كبأتان حلوين بعقدوا هالكبأتان أنا دغري على الزيتات تطلعوا وين واحد اتنين يا سلام دغري بهالطريقة هيك نحنا وانا بيجي هون ناخد معنا ملعقة كمان من الخشب من حرك خلي هيك يتحرقصه جاي من فعل حرقصة اوكي الرزات مع الزيتات بهالطريقة هون وكونوا هالصالصة هي فيها التوميت وفيها البصلات وفيها الحارات وفيها البندورات وفيها الملحات وفيها البهارات وكونوا كمان انا عندي هون هالمرأة اللي عم تغلي اوكي او اللي كانت عم تغلي من شوي اللي فيها كمان كل الطعمات من ورق الغار من كبش القرنفل من الهيل من البصل من قطع كمان من اللحمة الخروفية يعني من اللحمة الفخد بقلبة عملنا بويون عملنا مرقة لحمة فنحنا هون الرزلة اللحمة ومرقة اللحمية شايفش ادي هلا هون هيني 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 يلا اول شغلة بنعملها بناخد شوي صغيرة من الصالصة ونحط بقلبة تطلعوا هون شو عم بيصير بس او بعد شوي ها بعد شوي هون صار لعننا هلق الصالصة معا بنحرك الرزات طلعوا هون شفتوا كيف والنار كيف هاك بيعتعقد ومازال عنا اتنين كوب من الرز يعني بدنا اربع اكواب من المرقة اربع اكواب من المرقة معنات من كفكير يعني كفكير بدنا منه تمانة بدنا نصفيون وين المصفى يا شف شادي هونيك المصفى يلا دا كانت من كفكير من المرقة بنحط هيك هون تطلعوا شو عم بيصير هون واحد وهون اثنين ثلاثة وهيدي اربع وعم تبلش التغلي وهيدا خمسة وهيدا ستة وهيدا سبعة وهيدا تمانة يا شف شادي هون طريقة كتير حلوة تطلعوا كيف بننقول لهون هيك منحرك كل شي في حبوب من الرز ودايما بس نحط نحن المرأة اللي عم تغلي الرز دايما لازم يغلي بسرعة لان اذا الرز حطينا عليه مي مسقعة وضل شوي صغيري نايم نايم يعني بالمي المسقعة تيرجع يغلي على النار هيدا بيسبب انه حبة الرز بتعجن انا عندي تطلعوا هلأ بلاشت تغلي يا سلام يا شف شادي هلأ هون اين دو تروى خلصنا يا سلام يعني لحظة هلأ تعلمنا كيف نحنا بنعمل الرز مع صلصة الحمرة الحرة او مع ايا صلصة اوكي طريقة كتير سريعة وكيف نحنا كمان بنعمل صص القرابة الصارت انا جاهزة انا عندي وهلأ انا ولعت تحت الزيتات الحلوين حتى ينقليوا كمان او حتى يسخنوا عندي لانه بدنا نجحز بعد شوي صغيري الارقاءات الارقاءات انا عندي هون ياي طلعوا كيف وراحبلش هلأ بعد شوي صغيري نلف الارقاءات مع صلصة السمك او حشوة السمك اللي عملناها كما انه قبل ما نطلع بريق رحفرجيكن اخر لقطة اوكي لا هالفخد اللي حلو اللي عنه هيدا هو صورة الفخد هلأ اللي هي شقفة من الفخد لانه الشقفة التانية اللي هون كانت ريكبة على الفخد من هون فاجينا قصة منها قصمين فهايدي هي هون بعد شوي صغيري رح نقطعها سوا ونحطها وين على وج الرزات مع صلصة البنادورة والصلصة اللي بقيت عنا هون بدنا نعمل مننا صلصة كتير حلوة حتى نحطها على الوجه مع المكسرات رح نرجع نردها لأ على الفرن المكسرات اللي عندي هني لوز ياشاف شادي فستق حلب ياشاف شادي وجه وزيت ياشاف شادي حلوينيه بح نحطهم على النار عشان نحمصهم بطريقة كتير حلوة اوكي الزيت على النار ناطر الارقاءات بحشوة السمك الرزات عم يغلوا عنا نوطي تحتهم يا شايف شادي اذا بتريد اوكي وهون هيك احنا ها وطينا انا على راسي هيك اما هون ليهني هالبويون خلينا نشيل عندهم بهالطريقة هيك ونرجعون لوريا نشيل الطنجرة نحنا مش بحاجة بقى لألة حطها وراء اللي هو المرأة اللي حطيناها على الرزات اللي بدنا نستعملها بعد شوية صغيري مشان نعمل مرأة الفخض الموجود بالفرن بس كيف من بعد البريك ثلاثة قاية نطركم انا جايب معكم وصورة ان شاء الله بنعاد على جميع المشاهدين مع عيد الاطحى المبارك واليوم اكيد كل العيل ان شاء الله تكون مجموعة على الفرصة لا على السفرة واليوم معي جوز انا كمان لانو انا بحب تير الجوز وبس اشوفوا ما في مجال ما اسروا شيء من طولة الشف شادي اخر محطة مفصلة مع شادي ورشة ملح احبائي اهلا وسهلا فيكم من جديد لاخر فقرة اليوم ببرشة ملح مع الشف شادي ونعاد على جميع بالصحة والعافية ونعاد عليك وعلى عائلتك كمان يا جيد عيادنا بعضنا قبل صح كيف احوالك اليوم الحمد لله كله تمام كيف شعورك بالعيد انا فكر بالأسس المدارس وكله عم ببعتنا على المدارس لطلون بينزلوا على الفرصة لو ما اجرس كنت قيتلك اجرس فرصة او فرصة كل عمرة غيدة تتضحك علي بس قول كلام شوية صغيري ببرات الطريق فاليوم ده فيك تردة شهيب انت دايما تطلع فيه انه ما بتغلطي بالكلمات اليوم فيك تردة سيني بلش بلش بطل حديني بلش لكن عنا صار الفقد بعقد بالفرن بس قبل خلوني معكم شوية صغيري اذا بتريده وبعد شوية رح تشوفوا كمان كمان كل المكونات موجودة على الشاشة اوكي وخاصة مكونات الحشوة تبع الارقاءات اوكي انا هلأ رح اتطلع بالرقاءات وراح نحكي معهم بالطريقة اللي انت بتحبيها السمك بعقد بجنن مقطع جينا عملناه مع شوية زيت قليناه جبنا شوية جزر وشوية بصل وشوية توم قليناهون جمعنا معهم شو السمكات صحيح مع ملح وفلفل وحطيت عليهون شوية هيل واخر شو دبس الرمين يا سلام انا ده شو عملت شغلي من روصي شو عملت جيت حطيت انا طلعت شمالي بزبوط من روصي شوية صغيرة من الفلفل الأصفر وفلفل أحمر بقلبهم يعني فيك تزيني شو ما بدك من الخضرة بقلب الحشو وهون انا عندي صار هالحشوة السمك بس إذا ما بدنا السمك فنحط جيش هوا شكلك كأنه جيشي اين بينيني الجيش بس اني لأ كينو هني في ليش سمك هلأ انا بدي اعمل الرقاءات والزيت عندي صرحيني بعد شوية صغير ولانت سحر في عندك القدرة تسحر يلا حلق بشوف جيب ونبلش فيون اما هون كمان طلعي هون هالحشوة انا جبت اكيد الفقد الخروف واليوم اذا ما اشتريم السوبر ماركت طازة اليوم لفقد سارو بيعدمو بين الخمسة وعشرين الف والسبعة وعشرين الف غالي كتير بس اليوم بتعرفي في عالم كتير بضحو بموضوع كمان الاخواريف فاليوم لحقوا حالكم اليوم لانه نحنا عيد فبنأكل الاخواريف لانه من العادة عائلة ما بتسمح لنفسه انه تجيب فقد على البيت انه شغلي انه حقوا سبعين اثمانين الف ليرة فكتير غالي فانا هلا حكي كله ليش بيقول هالكلام هيدا لانه غاري كتير مصبوط معرفة انا اذا مروح اليوم على شمال لبناني مشتري 20000 الف ليرة الكيلو بس بنحط البنزينات بس او انا شو بنحط البنزينات هيك بس انه نحنا بنشتري برخيص مصبوط معرفة اوكي اللي بدي اقوله انا جيبنا انا منطقة كمان بالبناني يعني كمان مستفيد السياحة اخواري فكير شو بنقول لك السياحة شبنا خروف مراحة حكيش طيب الجينا نحنا هلأ فلفل حلوية حمرة فلفل حلوية صفرة او فلفل حلوية خضرة كلهم تحنيهم مع البصل مع الزنجبيل مع التوم كلهم مطحونين وزدت عليهم انا من الكمون الارفة عندي انا هون كمان الكذبرة وعندي الكمون عندي كمان الكركم فلفل الهيل فلفل اسود وكمان ملح بقلبن كلهم فرمنيهم مع اثنين كوب من اللبن اوكي وجينا كلهم سوا هادي هي نقع 24 ساعة يا خواجة فاخد اوكي بتضلك منقوع مشان ما تضل فيك رواقح من الدهون طبع الخروف منقوع لحالو ما فينا هتسليه طيب منقوع مبسوط مكيف ميت خلص طلح اوكي بس بعد 24 ساعة او 12 ساعة ملاقي ان اللحم استويت مزبوط صار وقت منشيلة من اللحم هايك منشيل اول شي من السوس بنحطه بالفرن مع شوية سغري من المي ويعطيك العافية مندو حوالي بشي ساعتين بيكون جاهزة اوكي ننتقل الى الرزات حسنا لما كان معنا صار معنا عليكم الرزات كيفية جينا استعملنا قلنا رز نحنا مع صلصة حمرة رز مع صلصة حمرة يعني جيت حطات اتنين كوب من الرز مع تمان اكواب انا من المرأة اوكي اتمن كفاكير اتمن كفاكير لانك اتنين كوب مع اربع اين اتنين كوب من الرز مع اربع اكواب من الميا اتمن كفاكير من المرأة انا من هونيك طنت بداين تتمن كفاكير كتير وحطيت كمان لاجي اذا بتلاحزي تطلع كيف اذا بتلاحزي كمان هالجو هالجو اوكي وطلع كيف هالصوص الحلوي وميجي نحنا هلأ هون شو بنعمل خلاص انا معد بدي خلي يغلي انا في شوية مي بسكر عليه في هالطريقة او بنتر عشد ايق سكرت انا ها عشد ايق بيستير لوحده بين طبقتها طفيت خلاص اوكي هون بعدنا شو لقيك مبليش يلا اولا شغلي هون بالرقاقات انا عندي شوية طحين هايوة مرة عملتها عملناها بالنشع عملتها بالمي لا واحدة بس كيف بلزقوا يرقاقات شوية مية شافشادي عالطحينات حتى نلزق طرفها احنا هون شوية صغير يهط طحينات مع الميات اللي هني صار عندي مثل الغري ايه مصبوط الغري الغري الأبيض ايه مهندسين بيستعملوا مهندسين بيستعملوا حتى كمان النجارين بيستعملوا ايه ما هو كل شي الو علاقة بالهندسي يعني انا عندي الوالد كمان كن نجار كنشتغل بالنجارة فكنتروح معه اللي غري لي غري لي شو اسمه الصندوق الباب هلأ تصير تغري المشاهدين انه يأكلوا اكل طرف مية بالمية يلاقي كيف انا هلأ هون تنشيل هايدي لان عملناها عابلت انا نبلش هلأ فيها شايفين هلأ قدامنا شو عم بيسير اوكي طلع انا باخد شوية صغيري من الحشوة اوكي طلعي هون وبجي رح نعمل لها كم وحدة منسكرهم اللي ما بيعرفوا منسكر بهالطريقة فيك انتع هدا الموضوع ايه ايه عزيم اوكي وانا هلأ عندي هون تطلعي هون شوية تغري شوية تغري غرينيها معلوم طلعي كيف انا هون بدي ارجع عاملو هاي تاني كمان بديميك اوكي وحتى اذا انت كفيت فيون طلعي هون سكرناها شدينا سكرنا اه سكرنا دول لفينا متل الصندوش لفينا يلا عطينا لسيا شوية 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 شو بعمل بأصبعي حط أصبعنا هون غري سكري وجونا الهون هون سقطة معي ولا مش معي يلا نشوف بالش اذا بتريدي يلا بس بدي غري عطينا هون رح فرجيكو هلا هالزيتات رح نشوف قدامنا هالرقاءات كيف عم نعملون لانه كتير اشخاص منكم عم يشوفوا اول شي هلا الوصفة على الشاشة وكتير اشخاص منكم بيحبوا الرقاءات و بيحبوا السامبوسك بيكفي هالقات شردية يلا شوف كيف شدة شدة مش انا شدة الرقاءات ايه با اتاعم اتاعم لأ زبتي عادينا ضاهرت لاني كتير شدتي شدة شدة انا بسمعك ايو وعلي تاني زيحي لا بس انتبهي لعلقها غلباتنا شو منعمل؟ نشيل الحشوة بس حرام هايدي شو منعمل فيها؟ معلاش هيدي منعمل فيها معطيها لو دي صغار لا يا عنا جديد انا هون عندي 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 تطلعوا كيف مرة كتير ما بيكون حق عليك بتكون هي ورقة من الارقاءات شوي صغيرة يبسة مش الحق عليها تطلعوا كيف هون يا سلام وراح جيب انا هون يا شب شادي هيك ويلا والزيت نطريك تطلعوا هايدي واحد شايفينا؟ هايدي واحد وهيدي كمان هون اتنين شايفتيها؟ طلعوا كيف ما فينا اعمل شغلتين بنا فيني بالعادل بلا بتطلعوا هاي هلأ انا عندي هون صار كل شي جاهز وانا هلأ انا عندي هون كمان هيك اللي رح اعملوا انا هلأ حتى الرزيت سرنا بنشيرها على جنب ورح نحط السوس نحنا هون طريقة كمان كتير هلوة غطس اصبعي بالغري رح نحط السوس هون ونرجعلك بعد شوية صغير يا سوس الرزيت هون هم هم و persona هالما themselves هraction آها هي οι شايفيك هم هم رح نحن عمل رح هام هلأ هون اللي بدنا نعملو نتبه هون كتير حرارة نجع مفوت هون عالفرن وعا تفتحي وعا تفتحي برامو عليك هاك كمين المشاهدين بيشوفون الطريقة اللي عم نشتغل فيها ولا أروع من هاك وهون طلعوا هون طلعوا هون طلعوا هاك وبولع تحت مين تحت الخواجات هون شايف الخواجات؟ ودي كلهم يلا بدون يعطونا هلا طعمي وهلا انا كمين هون براقبلك هيتا بعيدك رح افتح لك ايها ايه راقبلي اياها طمعنا عليها وهلا اوين نحن نشيل الرزيت الشافشدي هون كل شي اوكي الارقاءات صارو كمين اهوين كون هون ضيعنا طلعوا شو عم بيصير انا عندي هون عم بيغلو اوش اتشلك تابعيتك من هون شلقيك اللي خلص بكفية ها تحمرة لا ها شوي صغير من حمرة طلعي شو حلو شفت كيف مفتحي طريقة اللي عم نشتغلها طريقة كتير حلوة حتى لو عملها اربعة مش خمسة بعقدوا بيجننوا مع السوس وطلعوا شو راح اعمل هون طلعوا شو راح اعمل هون طحين طلعوا شو عم بيصير يا سلام يا شفشدي علي عم تعملوا هون هيك كمين اللي بقي عندنا بدنا نعمل كمين السوس ويلا تنشيل الرقاءات من الفرن ما اصدي من طلع 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 طبيتك كيف الجميل؟ هاي ديه هاي انا بدي اكله اوكي بس اليوم اذا انت بيكتبخي ما راح نأكل اليوم اوكي طلعوا هون هالسوس اللي هي مهمة واو تعلمنا يا غيدة كان براو يا غيدة براو وهلأ هون انا شو راح اعمل راح حط بويون حط بويون اللي هي هون هالمرأة فوق السوس طلعوا اللي عم تغلي هاي يا سليم هلا بيغلوا مع بعضهم وهون بيعطوني سوس بتعقي مع كل الخواص طلعوا شو عم يسير لهم وطحين اللي حطيتهم فوق هالطعمات كله هالكرافز هالجزر اللي أنا حطيتهم بقلبك طلعوا شو عم تسير للسوس خلصتي بعض واحدة بدك اعمل بعض واحدة لا بده هيكي انا تشيري اللي طلعي هون تشيري هاي وتشيري يا تبعيدك عند التبهي بتاني اعمل هون كمان هون بسرعة يلا حط نروح هيك نحنا بسرعة لانه معي انا لبكرة الظهر يلا 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 رحنا 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 سكرنا كمان كم دقيقة خلصنا كمان سكرنا جينا ذهننا غيدة بامارينة اوكي وهون يا غيدة تلع يا غيدة كمان هون كمان بعد اننا وحدة بنام لبعض واحدة يا غيدة يلا عمول بعد بدي منك بس هيدا الصحن تشيري تحطي فيه بس الارقاءات اوكي تلع هون شو صار ياي ياي غيدة روجي يلا هون كمان هاي يلا 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 هون بس تحطي الرقاءات ياي هلق هون هيدا الرقاء وهون يا غيدة شو عنا بليز انا هون رح نحط السوس الحمرة ياللي بدنا نحطه مع الارقاءات شايفين؟ هاي هاي دي السوس القربية الحلوي بها الطريقة ايه اوكي اوكي مننظف حوالينا هاي دي السوس طلعوا كيف يلا خلصي عندك شوية ايه هنحطوا شوية صغيرة من المية عليها احنار هون بعد او العالي شادي انا عارفة يلا تفاينة تفاينة انا عارفة يلا جو 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 طلعوا هون شو صار عنه هاي دي السوس اللي نحنا على cessa رح جو صفية طلعوا كيف هاي دي السوس اللي بدنا نصفية هون كلها كلا سوالي هي السوس اللي بدنا نحطه على مم على طلعوا هاي دي السوس يلي بدنا نحطه نحنا على ال جي جو يلا نروح على الشمال تنقضم المحترى يلا وهي دي هي السوس فينا نعمل كمانا اكتر منا لو غاليناها بعد اكتر نجي الى هون مننظف كل شي حوالينا اوكي ايه ده كيف الوضع عزيمين ما بدك تعمل بعض لا خلط عندك نحن اخدنا احنا هون هالرزات اللي انا عندي طلعوا فيها ايه 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 اوكي طلعوا يا الرزات بس انا عندي هلق هون طلعوا 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 معي ولا مش معي انت معي ولا مش معي انت تاكتب النار تحت الزيت اوكي ايه اكيد طفاينا طلعوا الرزات شو حلوين بهالطريقة الحلوي هايك وهي ده هون كمان اجي قول من الفرن يا شاف شالي واو واو طلعوا شو عم بيصير عندنا طلعوا شو عم بيصير عندنا يأي يلا اطعب يلا اطعب بها الطريقة كمان هون وهي دا كمان الجيجو بها الطريقة هاي او لا احجيبها لهون ناخدوا هيك بها الطريقة وهي دي كمان خليك خليك معي يلا معك كيف الوضع عظيم يلا هون كمان عنا هل القلوبات كلهم سوا وهون عنا السوس الشيوس او كتير اه حلقة صعبة حلقة مش هيني نعم لقصص كلها سوا بس هم هم اخدوا افكار وانشالله اليوم الجيجول بكونت عاملوا البيتكوا اطيب من اللي عملناه انا وغيدا اليوم شكرا كتير لقليك ينا عاد عليك بالسحة والعافية شكرا لقليك ينا عاد عليك اكيد مودع كل المشاهدين بقيت نهار كتير حلوين ما كنتوا عم بتقضوه ينا عاد عليكم اكيد ونحنا بكرة